قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي قال أن 14 ألف متطوع من مختلف الأعمار شاركوا في حملة معا رمضان بلا حوادث لتوزيع واجبات خفيفة على الصائمين الذين يقودون سياراتهم قبيل موعد الإفطار وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية في الشهر الفضيل عبر توزيع واجبات الإفطار على السائقين قبيل أدان المغرب في عدد من التقطعات المرورية المهمة والطرقات المزدحمة الحساوي أوضح أن الحملة قيمت بشراكة مع وزارة الداخلية وتأتي في سياق المشاريع الخيرية التي تنظم للعام السابع على التوالي في كل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المملكة الأردنية والبوسنة والهرسك وتشهد توزيع نحو مليون وجبة إفطار في جميع الدول التي تنظمها